اشتركوا في القناة مشاكل المدربين مع اللاعبين فنية ام شخصية والرابطة تقر تغييرات على نظامها الاساسي اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اخر شوط لقاءات كاس الملك غدا ان شاء الله تستأنف بلقاءة دور الثمانية الاربع الكبار في مواجهات تبدو في ظاهرها سهلة امام فرق الرائد المجزل الحزم والعروضة التقرير الاول للقاء الرائد والاهلي والمجزل والإيلان نتابع جولة جديدة في كأس الملك وتمانية فرق تسعى للوصول الى نصف نهاء البطولة ظروف متفاوتة تجمع رائد التحدي بالاهلي الرائد المستضيف تمكن من التأهل لهذا الدور بعد اقصائه للشباب بالثلاثية لكنه لا يعيش اجمل ايامه حيث يواجه خطر الهبوط بعكس الاهل المنتشي بصدارة الدوري والذي يحقق افضل نتائجه على المستوى المحلي ما يجعل تركيز الاهلويين منصبا على الدوري وكأس الملك بعد وضوح عدم رغبة مدرب الفريق في ارهاق الفريق من خلال البطولة الاسيوية لقاء الوصيفين سيحتضنه استاد مدينة المالك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة حيث يحل الهلال وصيف الدوري ضيفا تقيلا على وصيف دور الدرجة للاولى نادي المجزل الهلال نجح في الوصول لدور الثمانية بعد انتصاره على النجوم بثنائية نظيفة ويسعى اليوناني دونيس لتحقيق الانتصار باقل الخسائر حيث يعاني الفريق الهلالي من الاجهاد الذي يتضح جاليا من خلال الاصابات المتكررة لأبرز لعبي الطرف الآخر نادي المجزل حقق انتصارا صعبا أمام الخليج مكنه من الوصول لهذا الدور ويسعى بالإضافة إلى منافسته الشرسة لخطف إحدى البطاقات التأهل لدور جميل بأن يحقق المفاجأة ويخطف بطاقة التأهل حياكم الله من جديد ضيفا في حلقة هذا المسام من آخر شوط كل من الكابتن حمود السلوى وزميل ناصر الغربي هياكم الله أهلا وسهلا بكم يا أهلا وسهلا أبو رشيد يعطيك العافية حمد الله على السلام شكرا جزيلا دكتور وأنا حقيقي شاكر كرام الدعوة إن شاء الله ينقدمنا والزميل ناصر حلقي مثل إن شاء الله يحييكم ناصر مسيك بالخير مسيك بالنور شكرا على وجود أبو رشيد الشخص محبوب الكل حبيب الرياضي أبو رشيد شو نقول عن بريات بكرة خلنا نبدأ بالرائد والهلال والمجزل دكتور اللافت أنه الرائف والرائد والأهل والمجزل لا شوف اللافت في المرحلة هذه في كأس الملك مثل ما أندي من دوري أنت من دورة الجميل بره يعني فخير في حنونا تجد نادي من الدرجة الثانية وناديين من الدرجة الأولى يعني هذا لافت يعني أنت قبل قليل كنت تتحدث حتى عن أو التقرير كنت تتحدث عن الرائد اللي مهدد بالهبوط الآن حيلعب لكن تحديدا أبا أتكلم دكتور عن الأهل والهلال اللي سيتقبلوا مرتين سواء في الدور هذا في كأس الملك أو حتى يتقبلون في الجولة 24 في حال تجاوز وأنت توقع أنها محطات سهلة كبتن لا لا هي فيها حظوظ الفريق لأنه أبا أتكلم عن كأس الملك في حظوظ أنه أنت متاح لك فرصة أنه أنت تمثل في دوري أبطال آسيا كونك بطلة يعني كأس الملك يعني إلى جانب يعني حتى فيما لو أنت وفقت مثلا حققت أتحدث تحديدا عن الأهل يعني يعني الأهل والهلال حظوظهم قوية يعني في كأس في دوري أبطال آسيا في حال حقق أحد منهم كأس الملك لكن هنا ستكون الفرصة ضيقة لابد أن واحد من أثنين أذولا طبعا أنا نتكلم في حال أنه مثلا الأهل يكسب الرائد ولي لا يكسب المجزل يعني طيب لعل الفارق كبتن ما بين هالمباراتين والمباراتين الثانية للاتحاد والنصر أمام الحزم والعروبة أنه أولا من ناحية الطموح في الحصول على كأس الملك يمكن أعلى بالنسبة للفريقين الاتحاد والنصر كون أنهم يقدمون موسم للنسيان وتعويض جماهيرهم هام في هذا الشأن اثنين التشتيت اللي جاي من منافسة الدوري بعيدين عنه الابتحاد والنصر رمكي الاتحاد مرت جولتين ثلاث دخلها المعادلة معادلة أنه تنافس على الدوري الآن تقريبا ابتعد يمكن يحاول يحصل على مركز الثالث عشان تمثيل آسيا دكتور كان كلنا نادي النصر ربما عنده محفز أكثر لأنه خلاص ما حيشغل باله في موضع الدوري كيف ستلقي هالناحية هذه بظلالها على اللقاءات الخاصة بالهلال والأهل فيه هذه دكتور لابد أن تكون محفز بالنسبة لنادي النصر خلاص جاي للنصر والاتحاد كيف تنعكس على الهلال والأهلي في اللقاءات الغد شو هي بالنسبة للهلال والأهلي أنا أتصور يعني يمكن حينحسم الدوري من اللقاء هذا يعني حتبان معالم بطلة الدوري في حال في الجولة الرابعة والعشرين إلا لما يلعب الأهلي مع الهلال يعني حتبت تضح بسبب كبير جدا والفريق المتقدم يعني حيبقى له كم جولتين أنا متأكد أنه يعني حيجتازها لكن الصعوبة في الجولات المتبقية هي جولة أربع وعشرين اللي بين الهلال وبين الأهلي جميع سمحني دكتور كيف هالنبارعة تنعكس ناصر تنعكس على المنافسة بين الهلال والأهلي في الدوري أنت تعرف يوم الجميع عندهم مبارعة أي في الجولة هاتف وعشرين صحيح الآن الوضع الفني والضغط النفسي عالي على الهلال لكن بيقبلون هجر ونجران حتى هذه الاشكالية يعني نجران مهدد بالهبوط هجر تقريبا منتي بالنسبة للأهلي يمكن أن يكون مبارعة أسهل من الهلال صحيح لكن الآن الرائد يمكن يأخذ المبارعة هذه تحضير لمواجهة الأهلي في نهاية الدوري أو في الجولة خمسة وعشرين تقريبا وبالتالي قد يجرب مدرب الرائد بعض المنهجية والفنون التلكية مع الأهلي تحضير المبارعة شاهدنا المبارعة الوحدة هو الاتحاد في كاس الملك كان الوحدة ليس بالمنافس القوي للاتحاد لكن يوم جاء الدوري سطع أن يفوز على الاتحاد وتحدث مدرب الوحدة أنه استغل مبارعة الكاس إلى قراءة المنافس وتطبيق بعض الجملة التكتيكية أو بعض المهام اللاعبية قد يستخدم الرائد نفس الطريقة بحيث أنه يلعب مع الأهلي إن حصل هي مبارعة كاس خروج مغلوب ومبارعة على أرضك إن حصلوا كسبة الأهلي فهذا كريدت لك كويس لكن إن لم تستطيع فقد يستفيد منها لمبارعة الدوري في المقابل هلال الآن في معضرات تحضير اللاعبين وجهزيتهم عندهم براه مع النجران يوم الجمعة عندهم براه مع تركتور في الكاسة الدوري أقطال آسيا وتنقلات ما بين الدور هاون جدة ومبارعة ثم مواجهة الأهلي بعد ذلك في جدة كل هذا الضغوط قد تربك الأهلي أمام المجزل المجزل يعني خلق مفاجأة كثيرة أنا أعتقد أكثر فرقين سيعانوهم مبارعة الغد هم الأهلي والهلال فيما يخص المواجهتين الثانيات جايلة جايلة إن شاء الله كابتن يمكن الرائد نتابع في دوري عبداللطيف جميل ومكشوف يعني مبذك الفريق اللي بعيد وحتى مبارعة الدوري درجة الأولى منقول إلى حد ما لكنها بعيدة عن أضواء وش الأسلحة اللي ممكن يفاجأ فيها المجزل للهلال الغدال والله أتصور يعني لن يكون علي ضغوط من هذه الهلال يعني طبعا يعني فارق النقاط الثلاث تأتي مبارات مثلا لكن يعني وضع الهلال في الكأس غير وضعه في الدوري يعني يمكن أنا قلت في بدء الكلام أنه الآن الخيارات مطروحة أنه يكونون أبطال كوس ولا أبطال دوري بالنسبة للأهل وبالنسبة للهلال خصوصا في المجموعة اللي على اليمين اللي مجموعة غير المجموعة اللي مجموعة الاتحاد والفرق الأخرى لكن متأكد تماما أنه سيكون علي ضغوطه خصوصا من اللاعبين الأقل خبرة اللاعبين الأقل خبرة سيكون عليهم ضغوط أكثر لكن اللاعبين المتمرسين حتى في الناديين يعني عندهم سلاحة ثقة وعندهم سلاحة ثقة كروس ودونيس توقع يلاعبون بوراقهم الأساسية يعني بمبارات يعني كروس يا دكتور حتى في بطولة الأندي الأسوية تلاحظ أنه يمكن ما عندهك الاهتمام ببطولة الأندي الأسوية لكن يمكن الأندي الأسوية تأهل أصلا صعب نعم يعني من قبل حتى المبارة الأخيرة اللي يلاعب فيها بالصف الثاني سبع لعبين أصلا كان التأهل صعب صعب لا أشوف الآن لا أنت بتوصل لسيمي فائنل فهل تتوقع أنه يختلف تعامله مع كاس الملك عن تعامله طبيعي إن كان على مستوى العناصر لا بالتأكيد يا دكتور إن كان على مستوى العناصر أو حتى على مستوى أسلوب وطريقة اللعب إن كان على مستوى موقع حتى في المنافسة يعني فبالتأكيد حيكون لحسابات أخرى وهي حسابات فنية أكثر من أن تكون حسابات معنوية أو جماهيرية أو إعلامية هي حسابات فنية داخل الملعب يعني يمكن كروس من اللاعبين اللي يقبل دائما بالحد الأدنى من النتائج وبالتالي يلعب الطريق يعني كروس يلعب في المباراة في أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب بسبب المتغيرات اللي تصير داخل المباراة إنه متقدم هو متقدم متأخر باقي عن المباراة ربع ساعة سجل مثلا في النصفة الأول من الشوف هذه تعكس لك عقلية مدرب محترف كيف يتعامل مع المباراة وكيف يدير من خارج الملعب وفق خبرته وتجربته في الملعب بالنسبة للهيلات برضو فرصة لدونيس بأنه في عناصر بالنسبة له كانت مصابة فممكن أنه يدخلها لأجواء على أساس يحضرها للمباراة القادمة خصوصا بعد انقطاع طويل ومر بأزمة إصابات خاصة أدواردو ودقاء وممكن يكون حضورهم بشكل جيد أيضا سالم الدوسري في كلام على ناصر الشمراني قد يكون حسب الاجتماع الأخير لإدارة النادي مع اللاعب ومدرب ومحاولة لملمة الأمور بينهم ووجات نقطة تفاهم بين الطرفين قد تكون هذه كل الأمور قد تكون مباراة مجزل عربون تصالح للهلاليين جهاز فني ولاعبين وإدارة وجمه وبالتالي قد يستطيع لكن إشكالية دونس أنه أحيانا لا يدخل مباراة بشكل جيد كتكتيك أو كتحذير لاعبين لا يتعامل مع مجريات المباراة بشكل جيد مقروح أحيانا إلى حدك نعم يرسك بخطافة نية يعني شوف مباراة الشباب يعني يسحب عبد العطيف عبد الله عبد الله عطيف أريدك عبده بالخير كلهم أخوان أثر على الفريق وعطر عادي يقول مصاب يعني تكلم مصاب صح تكلم وهذه إشكالية طيب أنت ما عندك لهو محور وسعود موقف كريري يعني ما وجدت البديل حتى لو يصيب اللاعب يكون هناك بديل لك وتعرف المحور المتأخر يعني مركز مهم في الفريق ومؤثر جدا وبالتالي يعني دونس مشكلة أنه قد يرتكب بعض الهفوات ما شهدنا في المجزل في مسافة كاس الملك أنه يعتمد على التكفير الخلفي ومبغط الخصم بهجمة مرتدة كرة سريعة قد ينجح فيها مع الهلال إذا تذكر مباراة الحمادة والهلال قبل تقريبا موسمين في كاس الملك واجهة الهلال صعوبة في تجاوز مدري حجم الملعب هل هو أصغر أو نفس الملعب المجمع لأن بعض الملعب ترى تفرط بعض المدربين تكون ضمن الحجم أو المساحة القانونية لكن فيها تفاوت فكثير من الأندية مثل ملعب نجراء لعب نجراء لعب نجراء كثير مع الفيصلين في المجمع متعود الهلال يلعب عليها وبالتالي ما هي إذن ما هي بمشكلة ولا يبع لا دكتور أنا أتذكر الموسم الماضي أو الموسم اللي قبله كانوا فيه مدربين في دوري جميل المدرب في أحد مفردات التدريب يضع مقاسات من خلال كونزات مثلا يدرب اللعبين في مساحة ضيقة تكون مماثلة للملعب ومن هنا يستطيع أن يبني ملعب نادي أي ملعب يعني ملعب التدريب مثلا لكن مهما تدربت برشيل مهما تدرى يعني مهما كان المساحات التي أنت متعود عليها السبرنتات التي أنت تعطيها البسط متعب الملعب الكبير متعب لو كان الملعب أول مرة يلعب فيها الهلال لكن هذا ما نعمل الجديد على اليوم ومن سنوات أنت جاهز تلعب فيها لعب فيه السنة هذه كده من الفيصل وكل سنة يلعب فيه بالتالي ما هي مشكلة المشكلة هي في الجانب الفني في كيف التعامل مع مبارا يعني أيضا في جانب لعب الهلال يعني شهادنا كثير من مباراة الهلال تضيع فرص كبير يعني في المبارا وبالتالي لعب الهلال صعب عليهم مبارا يجب على اللاعبين والجهز الفني أن يحسب مباراة في شكل مبكر بعد ذلك تريح لعبك وتهيي نفسك للعودة مجددة في الدور جميل هذا أمر يعني أنا أشوف أنه في الهلال أصعب بكثير من الأهلي الأهلي عندها قدرة أن يحكم مباراة ونتيجة كبيرة جميل كابتن من سنين ما عد شفنا ذاك الحضور اللي النادي ما نبقى صغير لكن أقل من الأندي الكبيرة يوصل للفاينل زي ما شفنا مع الطائف في سنة السنوات وزي ما شفنا مع التعاون في سنة السنوات وغيرها هذه انقطعت من سنين طويلة أن نشوف نادي مفاجئ يفاجئك وهذه حلاوات مريات كاس الملك أنه يطلع لك فريق في كل العالم بالمناسبة ما عد شفناها وش السبب فيها دكتور شف أول شي ترى اللاعب الأجنبي يصنع فارغ فني كبير جدا خلنا نضرب آخر مثال أنقوس هو مدرب نادي ناجران للأخير يعني النادي ناجران جابوا مدرب جديد وجابوا أربع لاعبين صنعوا فارغ فني يختلف تماما على المرحلة كانت تسبق يعني هذا السبب والسبب الآخر أنه البطولات كثيرة يا دكتور يعني كأس ملك كأس ولي عهد وشركات أندي في بطولات أسوية لاتحاد العربي لكرة القدم قادم أيضا لبطولات أخرى في حمل تدريبي كبير في حمل بدني كبير على اللاعبين يعني حتى يمكن تشوف أنت في المرحلة الأخيرة من الموسم أنه ما يسمى بالتدوير يعني تجد كنا نتكلم عن مدرب الهلال أو حتى مدربين آخرين يعني مو قناعب المستوى الفني اللي ممكن يقدي لكن مقرأ أخاك لا بطل يعني هو يدفع بلاعبين أما موقوفين وألا مصابين يعني يعني مدرب لاعب أو لاعبين ثنين مواثرين الدكتور يعني يخربطون حتى سلوب وطريقة وعمل المدرب أنت تعرف من موسمين تقريب نص لعبين هلال ما أخذوا 20 يوم إجازة تخيلت الضغط يعني مشاركة في دوري أبطال آسيا يستمر معك في توقف الدور السعودي الآن يستمر معك دوري أبطال آسيا وتدخل في تحضير له بعد التجاوز دور 16 تحضير الدور الثمانية ثم تدخل في مرحلة النهاية تدخل في الدور السعودي وبداية الدور السعودي وتستمر معك الدور السعودي مسلوقة السعودية إلى نهاية الموسم وتستمر أنت في دور أبطال آسيا هذا الدوامة يعيش بها الهلال أكثر أنت يعيش بها من تقريباً ثلاث مواسط وبالتالي أنت كلاعب تجهد الإصابات الخبر الفنيين المتابعين للهلال تحدث أن الهلال في هذه المرحلة سيصير عندك كيرف نازل وصير عندك إصابات كثيرة ومشكلة أن الكيرف يأتي فوقت الحسم طيب قبل أن نطلع هنا مهارة الهلال فتور هنا ده كان المدرب واللاعبين المؤثرين وللأسف اللاعبين اللاعب الحسم أو اللاعب الفردي اللاعب يسمى أكثر معدوم في الاندي طيب الآن نطلع الفاصل بس قبل ما أطلع توقع مفاجأة بكرة فهنبالتين دي كابتن لا ما أتوقع ناصر ما أتوقع يعني هلال واحدين توقعهم في السنة ممكن في صعوبة قد تكون مبارئة صعبة رجعتوا فيها لا 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 حطيتوا شيء لا احتيار دكتور اسمح شورم دور رهن عليه إلا نتائج كرة القذر يعني في مفاجأ وش نسبة المفاجأة خلنا نقول يلا بالطب أنا بالنسبة لي غير وارد المفاجأة صراح يعني لا ولكن ناصر أنا أقول 30 سبعين يعني سبعين للهلاء والأهلي 30 نجراء للرايد فرمو يعني تقليل يا دكتور من إمكانية تلفلقاء الآخر لكن أنا أخيس على تاريخ على الإمكانيات على الأداء على الخب رئيين ولا أهلي والهلال السنة لكن ممكن تحدث المفاجأ صحيح يعني انشغال الضغط النفس اللي يعيش فيها فريقيا في الدوري خاصة والتنافس قد يؤثر على الله خطأ لعب أحيانا يؤثر الكورة قبل المتطلع فاصل يعني أي متابع أي خبير لو يقول لك الآن حتى أن نادي النصر الآن في المرحلة في الدوري في المركز الثامن ما تصدق قبل سنتين بطل الدوري بطل موسمين يعني تتخيل مركز نادي النصر الثامن وغريب ونفسي العناصر اللي كان موجوده العام نعم أهلاً وسهلاً بكم آخر شوط في جزء هي الثاني ورحب مجدداً بطيفي الكريمين لكابتن حمود السلوى والزمين الناصر الغربي أهلاً وسهلاً بكم من جديد تحدثنا قبل قليل عن لقاءات الهلال أمام المجزل والأهل أمام الرائد والآن وصلنا إلى اللقاءين الآخرين الذين يجمعان بين الاتحاد والحزم والنصر والعروبة نتابع هذا التقرير في مواجهة الطموح وأمال إثبات الوجود في هذا الموسم يتقي العروبة القادم من منافسات دور الدرجة الأولى بضيفه النصر الذي يتعلق بالأمل الأخير لإنقاذ موسمه بتحقيق بطولة الملك ويوجه الاتحاد الباحث عن مصالحة جماهيره ضيفه الحزم المتعثر في منافسات دور الدرجة الأولى ويسعى لتحقيق المفاجأة النصر وصل لهذا الدور بعد تجاوزه للشعلة وتمكن من بلوغ الدور ربع نهائي ليفصل بينه وبين النهائي مباراة واحدة فقط إذا فاز في مواجهة العروبة العروبة هو الآخر وصل إلى هذا الدور بعد منافسة مع غريمه في دور الدرجة الأولى نادي الجيل وتمكن من التغلب على أرضه بهدفين نظيفين لواجه خصما ليس بالسهل في هذا الدور يسعى لتحقيق مفاجأة أمامه في المباراة الأخرى يأمل الاتحاد مواصلة انتصاراته في هذه البطولة وهو الذي واجه فريقا من دور المحترفين في الدور السابق وهو الوحدة ولم يكن بالند السهل للاتحاديين واستطاع الاتحاد التغلب عليه بصعوبة بهدفين مقابلة لا شيء أما الحزم فهو يبحث عن إنجاز يختتم فيه موسمة حيث يبتعد كثيرا عن المنافسة في دور الأولى واستطاع الوصول إلى هذا الدور بعد مباراة مثيرة أمام الباطن امتدت بعد التعادل الإيجابي حتى ضربات الترجيح وتطوق فيها الحزم بخمس ضربات مقابلة ثلاثة وضعته في مواجهة الاتحاد يسجل الحزم يتاهل حمد المنصور ألف مباراك للحزم مواجهة المفاجآت التي تحمل قراءة على الورق تختلف كثيرا عن الواقع وكلنا نتركب شكرا عبدالله رشود وسعيد الشهري طبعا تحدثنا قبل قليل كابتن حمود عن الهلال والأهلي وتحدثنا عن المنافسات والاستحقاقات الكثيرة من جاء ونتشكل عليهم ضغط من حيث المباريات وكثرة المشاركات النصر والاتحاد في المقابل قد تكون مسألة المنافسة الدوري أقل بالنسبة لهم وإن كان ما زال هناك أمل تحديدا للنصر في دوري أبطال آسيا لكن مطالب الجماهرية بإنقاذ الموسم بهذه البطولة كبيرة وبالتالي المسؤولية أكبر يمكن عن النصر والاتحاد أكبر منها من الليلة والعينة حتى الاتحاد مبعيد الدكتور بالنسبة للدوري يعني خمس نقاط يعني بقى أربع جولات يعني لا نستبعد نموك نقاطيا بس صعب يعني بس ما أتصور أنا ما يعني لو سألت يعني مئة واحد تسعة وتسعين بيقولون لك الدوري ما راح يطلع من هلال طبيعي مؤشرات كلها تقول إذا جئنا أرقام أوكي نعم صحيح نحن نقص بالأرقام يعني لغة الأرقام دائما نستند عليها لكن لما نتكلم الحزم تحديدا إنه هو الطرف الآخر الحزم يعني هو داخل حين الدور المتقدم هذا في بطورة كأس كأس الملك في حين تجد ترتيبها الثالث عشر يعني يفترض أنه طالما أنت وصلت لنهاية الكأس مثلا يعني إلى أي مادة مثلا طموحك يعني يعني في أي نقطة ممكن أن تتوقف يعني فأنا أتصور يمكن يحتاج له يمكن أكثر من موسم نادي الحزم حتى يعيد وهج الفريق لما كان حاضر بقوة نادي الحزم كان يمثل منطق كبيره جدا يعني أما بالنسبة للاتحاد أنا أتصور يعني يعني مو نقطيا ولا حتى على مستوى الأرقام حتى على مستوى العناصر يمكن في مرحلة مرة بنادي الاتحاد في مسألة اللاعبين وحجم تقصيرهم وبالتالي يمكن يعني صحيح أنا وأنت وأبو وليد ممكن نقول خلاص الدوري هلال أهلي يعني لكن لا تستبعد يعني الاتحاد مو بعيد الخمس نقاط هذه يعني ما هي كمير مستحيلة نعم نعم ناصر النصر النصر أنا أعتقد أنه الخيار الأفضل للنصر هو كاس الملكي مع احترام من يتحدث عن حضورة الأسلوية لكن فيها صعوبة أكثر من كاس الملكي عندما تتحدث أنت أمام العروبة العروبة الآن رابع الترتيب في الدرجة الأولى ولو نشاهد الفرق يعني ما تكلمنا عن دورة عبداللطيف جميل نتكلم عن دورة الدرجة الأولى المجزلة الثانية بـ 48 العروبة الرابع بـ 45 وحزم 13 حزم هدد بالهبوط مثل الرائد ترى الحزم 29 نقطة كلم عن دورة الدرجة الأولى نعم فبالتالي في خيارات حتى على مستوى الجهاز الفني وإدارة النادي والجماهير يعني أنت لو تخير العروبة والمجزة بين الصعود الدورة عبداللطيف جميل والوصول إلى نصف نهاية كاس الملك يفضلون للدورة وبالتالي هي خيارات فنية وحيتعرضون لإرهاق كثير حتى لو وصلوا يعني أنت لما توصل إلى النصف النهاية كاس الملك حتى تتكابل الاتحاد وحتى تلعب فيه جدا وفي الساعة حتى تتكابل أهلي فعندك صعوبة كثيرة فيها فالتفكير الآن أعتقد أن النفس ما يحدث في دورة عبداللطيف جميل يحدث في فرقة الدرجة الأولى تفكير على نتاية الصدارة تحقيق الهدف الأبرز بالنسبة له هو للسعود النصر الآن الهدف الأسمى بالنسبة له والمفترض أن تعمل عليه الإدارة والجهازة من النعبين كاس الملك هو الأسهل بين البطلتين دوري أبطال آسي لأنه لسه أنت مشوار حتى تسهل دور 16 حتى تتوصل دور 8 ومشوار طويل لكن كاس الملك أنت أمت ثلاث مبريات تقريباً نهائي يجمع الهلال والأهلي أنت الآن أنت الآن تفوز على العروبة تروح تلعب على التحاد تفوز على التحاد تلعب على النهائي وبالتالي البطولة الأسهل للنصر هي كاس الملك يجب على الإدارة النادي والجهاز الفني واللعبين وهي ختام الموسم وعادة ختام الموسم يغسل كل شيء أيوة يعني العام الهلال أنقذ موسمه بكاس الملك وكان موسم مثالي وانطلق بعد وبالتالي قد تكون هذه الفرصة عودة الوقوف على قدمي بالنسبة للنصر يجب أن النصراوين يعملوا على هذا الأمر بالإضافة أنهم قد يستغلون أن العروبة مشتت يدخل المباراهم وتفكيرهم هل سنستطيع نفكر في الذهاب بعيد في كاس الملك ولا يكون تركيزنا في الدورة الدرجة الأولى والوصول إلى المركز الثالث أو الثاني والتأهل إلى دورة عبدالعطيف جميل أعتقد هذه الأمور تخدم النصر أكثر من العروبة يجب عليهم التركيز في هذا الجانب الاتحاد الحزم لا أعتقد أننا سيستطيع أن يسوي شيء قدام الاتحاد لسهما أن الاتحاد الآن يبحثون عن مصالحة جماهيرهم يبحثون عن إثبات نفسهم تعويض إخفاقهم في الدوري ودوري أبطال آسيا التي قلت حضورهم كثيراً فيه بالتالي أعتقد أنه أسهل للنصر والاتحاد من المواجهة يعني ممكن نشوف الأربعة كبار في الدور النصف نهائي لا بس خالص كلاسيكوين على مستوى كبير وممكن نجوف ديربي في النهاي دكتور لا تشوف الأهل والهلال لأنه حيث تقول قبل المواجهة نصف النهاية تكلم عن نصف نهاية كثيراً تكلم عن سمي فاينل لا بس تكلم عن النهائي ممكن يكون فيه ديربي في النهائي سمي فاينل فيه كلاسيكو والنهائي قد يكون ديربي وقد يكون كلاسيكو كابتن العامل المشترك من بين النصر والاتحاد هو العودة على مدربين قداما أتحدث عن بيتوركا وعن كنيدا هل أحدث هذان المدربان الفارق المأمول بعد العودة مدرب لما يقال وانت ترجع ترجعه بعدها فترة كيف يأدي كيف تكون ثقة اللاعبين فيه وكيف 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 يقبل واساساً أنت كيف ليش أقلته إذا كيف مقدرينه لا وله هو كيف يقبل يعني يعني أما أن يكون مدرب يعني حتى لا نقول عاطل يعني جاء العاطل أي ولا لأنه وبعدين حتى يعني حتى لما يكون عاطل ما يعيب يمكن تيجي فترة من فترات المدربين هو يطلب راحة يعني مثلا لا وأنت وانت إذا قلت في وسط الموسم عادة التعاقدات تكون في فترة الصيح لا دكتور تتكلم عنه يعني صعوبة أنك تروح المدرب أنت أبعدته من البداية يعني نعم هنا صعوبة لكن في قناعات أخرى عند بعض مجالس إدارات الأنذية مثلا أنه والله المدرب هذا هو يبغى يقتصر لنا ثلاثة أربعة مشوار هل صار شي هذا؟ هل كانت خيارات صحيحة بالعودة لهم؟ لا أنا شايفه حصل مع الاتحاد أكثر مما حصل في النصر يعني يمكن حتى بيتورك الأول اللي كان تيجي على الكاميرات وهو نايم على مقاعد الاحتياط نقيل يعني بصراعة يعني في حين نرغم التعليمات هذه يعني مع العقد الجديد يعني يمكن نبهوا قلولوا اجتمعوا معه مثلا نبهوا لأمور يعني تحسن بيتورك اللي كان في المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية لكن حين اللاعبين ما يجد حنم ما يساعدونك حنم اللاعبين أنت تكون ثقة كبيرة تمنحها مستخف حنم اللاعبين أنفسهم يأكثرونك يعني كان على مستوى العطاء على مستوى الالتزام على مستوى الانضباط أنا أتصور يمكن حتى حالات استثنائية تحصل هذه مش بالضرورة كل مدرب حيكون بيتورك ومش كل مدرب يكون يعني زي مدرب نادي النصر طيب كنيدة كنيدة أنت ذكرت أنه ظهرت مع بيتورك أفضل كان التأثير أفضل كنيدة كنيدة يمكن حتى اللاعبين اللي حين يكون موقفين أو مصابين مثلا شكلوا عنصر اللاعب الأجنبي في نادي النصر يعني ما لأحجم التأثير الكبير بحجم تأثير اللاعبين يصنعون حتى أدريان اللي كانوا مسوي الفرق العام نعم بضضط هنا هي المعادلة الحقيقية في دوري عبداللطيف جميع باكسان ماطن وريباس أي بضضط يصنعون فارق يعني انت شوف الفرق اللي صنعوا لعبة نجران شوف الأجانب اللي صنعوا اللعبة مع نادة التعاون تحديدا في مركز متقدم صحيح ناصر نفس النقطة أنا أعتقد أن إدارة الناديان كانت مجبرة على الخيارين أمكن أن النصر أكثر من اتحاد لطائقة المالية لوجود مستحقات سابقة لأن الخيار قالت المدرب عندنا في الدور السعود في الكرة السعودية هو الحل الأسهل لامتصاص غضب الجماعية فبالتالي الفشل اللي واجه مدرب الاتحاد الروماني السابقة قد بولون كان إشكالية الإيطاري كان أفاره مع الناصر أيضا كانوا جلبوه لي نحاش الفريق وإعادة الروحلة ولم يحقق هذا الأمر فبالتالي أنت أمام خيارين يعني الإدارة تستقيل أو تقيل المدرب وهذا عهدنا في الرياضة السعودية وهذا أحد السبب تدهور الكرسي طب وين المشكلة؟ إذا صاروا اللاعبين هم اللاعبين والمدرب يروح ويرجع عليه وأكثر من مدرب تولوا المهمة ولا أنقذوا شيئا نحن نتكلم عن ثلاثة مدربين للناصر في هذا الموسم وين المشكلة؟ المشكلة أنه لا يمكن أنت في فترة بسيطة كنت قدم لعبة جماعية وليست لعبة فردية ممكن الشخص يأتي يسمعه وتعالى هي معتمدة على ثلاثة محاولة رئيسية إدارة، مدرب، لاعبين للأسف كان يدع فترة الأولى مع الناصر لم يكن موفق وكان يحدث إدارة الناصر أنه رحل أو إقالته بسبب مطالبة اللاعبين فأنت الآن تعيده بنفس الإشكاليات بنفس الأضرار الاتحاد نفس المشكلة يعني يمكن بطورك أول ما جاء كان عاد الفريق نوعا ما لكن لضعف الإمكانيات في اللاعبين خذلته لا يستطع أن يستمر مع الفريق ونفسه ممكن حتى صرامته القوية ودخول الإدارة مع اللاعبين يمكن قبل مبارات الأهلي كان هناك إشكاليات مع اللاعبين بعد العودة من معسكر جبل علي وكان متفكين أنه يطلعون اللاعبين لفترة حرة لها هلهم في معودة المعسكر أخلفوا الاتفاق وصروا على استمرار المعسكر في النادي كل هذه الأمور تخلق أزمات مع المدرب واللاعبين وبالتالي لا يستطيع اللاعبين أن يقدموا أو قد لا ينفذوا ما يطلبه المدرب وبالتالي يدفع الفريق الثامن في نقطة بس استكمال كلامه بالوليد دكتور أنه نحن دائما نتكلم عنه من اللي يصنع فارق الفني يقول اللاعب المحلي اللاعب الأجنب رئيس النادي الجماهير الإعلام نحن متنسينا الجانب الإداري اللي يتكلم عنه بالوليد الجانب الإداري أنا أقيسه فيه ناديين في الأهلي وفي النصر شوف حجم التأثير اللي حصل والنقل اللي حصل بعد عودة طارق كيال وشوف التراجع اللي حصل بعد خروج سالم العثمان مدير الفريق أو المشرف العام على كرة القدم من نادي النصر هل مدير الكرة له المشؤول هذا للدرجة هذه يعني أنه يقدر ينتشي الفريق طائح ويحبط فريق لا يقال بجانب المعنى لكن أنا ما ودي نضخم حجم الدور اللي يقوم في مدير الكرة أنا متأكد أنه دور هذه ما فيها كلام لكن ما ودنا بعد أن نقول والله هذا الرجل هو اللي يعاد الفريق وغياب هذا الرجل هو اللي أدى الانهيار الفريق الفريق النصراوي منهار قبل روحة سالم العثمان والفريق الأهلاوي كان مؤدي أداء ممتاز بداية الموسم دور طارق كيال ومر مرحلة أزمة مر في أي نادي بعد خسارة بطولة أمام المنافسة كان في صراح بين غروس واللاعبين لدرجة أنه كان في حديث في الجانب الأهلاوي قالت غروس بعد أمبارات الفريق الأوزبكي أنا أجزم أنهم لهم دور لا أفهم غلط أنا أجزم أنهم لهم دور ما في شكل يعني أكيد أنهم لهم دور فعال لكن أنا ما ودي أنه هذا الدور هذا يعطى أكبر من حجمه لأنه في الأخير الأدوات اللي في الملعب أدوات كل في الملعب يعني كنت أقول دكتور ما هو بحجم تأثير اللاعب أو المدرب ما الضبط إذا صار اللاعب الغياب ونصر أنا أشوف أنه اللي يفرق معه اللاعبين ودخلين بطي واللاعبين الأجانب أداءهم ومدرب بيطن فرق مع الناصر يعني دي سلفة كان التحضير سيئ في بداية الموسم التحضير لكن دي سلفة هذا تراجع معه يعني كنفار لك موجود وش عمل يا دكتور هذا خطأ إداري يعني الرجل أساسا كان له تجربتين كمساعد مدرب في الأهل الإماراتي وفي قوانزو الصيني كان مدير فني وأقيل ما كمل مع قوانزو ثلاثة أربعة شهور تقريبا وبالتالي عندك إدارة تخطئ وتجيب المدرب أنا لا نختفل في أخطاء إدارة لكن العامل الإداري كمدير كرة عامل انضباطي وعامل حلقة وصل بين الجهاز الفني واللاعبين يعني أحيانا يكون هناك شدة مثلا المدرب أو صدام معين مع المدرب يحتاج الشخص اللي يقرب وجهة الإدارة الداشية والإدارة القوية هو من يلم المجموعة أنا أؤمن تماما زي ما قلت لكي ناصر الدور كبير جدا لكن ما ودنا نعطيه يعني أكبر من حجم كابتن الحزم والعروبة يعني قد يخفون على كثير متابعين وقد يخفون ما شفناهم إلا في مباريات كاس الملك وفي الدوري الدرجة الأولى هل فيه عوامل قد تشكل مفاجأة بالنسبة للنصر أو الاتحاد على التواليد؟ والله يا دكتور شوف أنا دائما حتى كل ما طلعت في أي مكان أقول كل شيء تستطيع تراهن عليه إلا نتاعي كرة القدم لكن لما نتحدث عن العروبة في عناصر يترقون أنت تابعين بلا شك أنا تابع دوري الدرجة الأولى في الحزم أو حتى في العروبة عناصر جيدة جدا ممتازة أميز الخطوط في الفريقين يعني خصوصا مناطق الدفاع شوف الأندية هذه مثلا تبغى تضمن البقاء وتبغى تضمن وجودها في مستوى التصنيف هذا مثلا أطول موسم منك فلهذا المدربين مثلا تجد ميونهم موسم حتى باختيار اللاعبين يختارون اللاعبين الأجانب أو المواليد أنه يركزون على أنه خصوصا فكر المدربين بكوانا احترمه بصراحة فكر المدربين التوانسي يفكر أنه ما يخسر قبل ما يفكر أنه يفوز يعني هو ما يفكر أنه يفوز لا يفكر أنه ما يخسر هذا سبب نجاحه هي كثير أنا أشوف على أرض الواقع يعني طيلة المواسم هذا سجل هدف وقفل من حتى منتصف الشوط الأول يعني تلقى بلاعب سب دفاعي البدأ لمدافعين ويسحب المباراة يسحب المباراة إلى أن تصل لت أن جتمعك كانت بها وما جتمعك أنت مطالب شيء في الأحيان يعني أنت أصلا متقدم حتى لو تعدلت خير وبركة هذا قلتني بتلعب الفرق في الطريقة الدفاعية وهجم مرتدة ما راح تهاجم الفرق المحترام للمجزل والحازم والأوروبا وحتى الرايد ما راح تفتح مباراة مبدايتها ومباراة الكاس تعتمد على أخطاء بسيطة استثمارها ستقفل وستلعب الهجم مرتدة النجحة وفي استثمار أي هجمة سيتعبون الفرق الكبار في المقابل العكس الفرق الكبير مطالبة أن تخلص مباراة من بدري حتى لا تدخل في رخاق اللاعبين والضغط النفسي وخلال والضغط البدني بعد والبدني نعم لأنه في الأخيرة لو سجفك هدف ستبدل مجهود أكبر من اللاعبين وكلما انضغطت زود كلما صار التوافق العصبي العضلي عندك بعد يصير فيه إشكاليات وبالتالي لا حتى تأسأل الدكتور تقول لنا كيف وصل المجزل الدرجة أولى والحزم أولى والعروبة أولى إلى المرحلة هذه مثلا في حيننا تجد مثلا حتى موقعهم في دورة الدرجة الأولى القرعة ترخ لا أمجزل لا أمجزل أمجزل مع التعاون أول مبارا له والتعاون من الحصان الأسود هذا الموسم وقدم مستويات كبيرة وحتى يقاتل على المركز الرابع هي هذه المفاجأة الوحيدة لكن كل الباقيين وصلوا بدرب بسيط أبعا حني محتاج أني أنهي المحور هل في مفاجآت في اللقاءين هذه؟ أم لا نصر واتحاد برضو أتوقع نصر واتحاد نفسي طيب نذكر موعد المباريات الأربع غدا إن شاء الله لقاءان سيكونان في ذات الوقت واللقاءان الآخران سيكونان في توقيت آخر البداية ستكون مع لقاء نشوف الغرافيكس للشباب الرائد بالأهلي في بريدة وذلك الغدل إن شاء الله المجزل والهلال ستكون في المجمعة هذا اللقاء في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية الاتحاد يلتقي الحزم في جدة والنصر يلتقي العروبة في الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية هذا اللي عندنا عن دور الأربع في كاس الملك بعد الفاصل إن شاء الله محور ثاني خلوكم معنا آخر شوط أهلا وسهلا بكم من جديد قبل الفاصل كنت قلت إنه دور الأربع ودور الثمانية بأربع لقاءات منتظر فيها حسب ترشيحات أن يصل فيها الأربع الكبار ولكن كرة القدم لا آمانة لها وصلنا إلى محور جديد ورحب من جديد بضيفي الكريمين كابتن حمود السلو والزمين الناصر الغربي أهلا وسهلا بكم من جديد محورنا القادم عن ما يحدث بين المدربين وبعض اللاعبين هل هي خلافات شخصية أو فنية راشد العقيد وعبدالرشود يحاولان أن يجيبان في التقرير التالي نعم هم نجوم يصنعون الفارق بأقدامهم تحصد النقاط صيحات الجماهير تناديهم حتى أصبحوا كالأساطير في أرض الملعب نعم هؤلاء أيضا نجوم بخططهم يحسم اللقاء ويأتي التتويج العلاقة بين النجم والمدرب معادلة سهلة كلما اتزن طرفيها كانت نتيجتها الفوز وحصد البطولات وأي خلل قد تكون نتائجه فادحة تنعكس سلبيا على الطرفين لم تعد كرة القدم كما كانت في السابق تعتمد بشكل أساسي على إمكانيات اللاعب وقدراته فحسب فهي الآن لعبة جماعية كالجسد الواحد فإذا لم يقم عضو من هذا الجسد بدوره تداعت باقي الأطراف فالتوازن أساس ومطلب للوصول إلى الهدف المطلوب مشاهد كثيرة لم تغب عن أذهاننا لخلافات بين النجوم ومدربين تأثر بها الفريق كاملا وغابت فيها نقاط الفوز كما حدث في آخر اللقاء بين الهلال والشباب الذي جلس فيه نجم الفريق ناصر الشمراني في دكات الاحتياط لأسباب لم تجد لها الجماهير أي مبررات غير خسارة نقاط الفوز عاقب ناصر الشمراني ناصر الشمراني كان ممكن يخلص لكم مبررات اليوم كان ممكن يخلص لكم مبررات اليوم من لا الحين أنا الحين أنا أقعد عاقب لعيبة في حسم دوري عاقب بعدين ما هي خسارة نقطية نبت خسارة دوري كامل هذه ولننسى لاعب الأهل مستطب الصاس الذي بدت عليه علامات الغضب واضحة بعد أن تم تبديله في لقاء فريقه أمام الفيصلي والحدث الأبرز بينها ما حدث لنجم الاتحاد محمد نور عندما حاول مصافحة مدرب الفريق الذي رفض أن يمد يده تكثر الأمثلة ويبقى الخلاف قائما تجاوزات استهتار عدم دباطية كلمات كثيرا ما نسمعها تتردد عندما يعاقب أي مدرب نجم الفريق وفي الطرف الآخر دائما ما نسمع أن المدرب يفعل ذلك لأسباب شخصية أو أنه يحاول أن يجعل اللاعب عبرة للآخرين لكي يفرض سيطرته على الفريق ويبرهن عن قوة شخصية نعم إنها الحقيقة التعيها والخلل في المعادلة والنتيجة نزيف النقاد ودموع العشاق حلوين يا راشد وعبد الله بس نقطة واحدة أن ناصر الشمراني في فترة ماضية حتى ولا كان في دكة البودلة والموضوع مموجه على ناصر الشمراني وإن كان فعلا أحد الأسماء الكبيرة التي تنطبق عليهم هذه القاعدة الآن في خلاف مدرب مع لاعب وناصر الشمراني دونيس ما في شك لكن نحن نناقشها كقضية إجمالية عالمية مو بس عندنا في السعودية في العالم كله بعض اللاعبين ما يتحمل دكة البودلة بعض اللاعبين لازم يلعب كل مباراة ما يتحملها نهائيا في لعبين حتى وهم نجوم ممكن يجسك على دكة البودلة ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة ويرجع لك لو بعد عشرين مباراة هو هو صاحبك اللي ممكن تشد فيها الظهر في لعبين دكة البودلة تقضي عليهم تماما أول شي تحدثي عن هالنقطة الفروق الشخصية ما بين اللاعبين اللي تقضي عليهم دكة الاحتياط أو عدم استعانا بهم تشكيلة واللاعبين وشخصية اللاعب اللي ممكن يتحمل دكة الاحتياط ويرجع أقوى مما كان مع الوقت دكتور شوف من أهم الأمور المهمة في الموقع القيادي تكون أنت معلم تكون مدرب تكون أنت مثلا مدير مدرسة تكون مسؤول شركة ولا بد أن تكون علاقتك في الأول وفي الأخير سواء بين الموظف وبين مثلا المدير أو بين اللاعب وبين المدرب لازم تبني جسور قوية جدا من العلاقة ليش؟ حتى اللاعب هذا أي أن كان سواء كان محلي ولا أجنبي مو بس يخلص للنادي ويخلص للفن لا يخلص لك أنت كمدرب لأنه أنت تعاملت معه فلا بد أن يكون هالعلاقات إنسانية تربط اللاعب بالمدرب يعني في المقابل أنا 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 لا أعفي يمكن كما جاء في التقرير اللي كتبوها الزملاء أنه تجد لاعب غير منضبط لاعب مستهتر لاعب ما يعطي داخل الملعب فهي أمر طبيعي أن تكون عنده ردة فعل للمدرب يعني أنا أشوف دينوس مرتين حتى الأسبوعين اللي مضى هذه حتى يسألون الصحفيين عن النصر الشمراني ولا عنده استداد حتى يجيب سيرة نصر الشمراني في المؤتمر الصحفي ما جاب سيرة نصر الشمراني فالدور هذا لابد أن يلعب وأنا لا أحمله المدرب فقط طب خلونا واقعيين نمكن نكون واقعيين شوي نصر الشمراني بدأ الموسم بإيقافات كانت على المستوى المحلي وعلى المستوى الآسيو على المستويين بسبب تصرفات غير مقبولة نهائية وها تكرم واحدة منها قل واحدة يعني كان مهزوم واحدة منها كان فائز هذا واحد فما كان متاح واضطر أنه يكلف فريقه الاستعانة بلاعب أجنبي في خط الهجوم اللاعب الأجنبي يمأدي أداء جيد في الخانة هذه فدائما المدرب يحاول يبقي على اللاعب اللي رتمه عالي نزل الرتم عند الميدة أشرك ناصر الشمراني لا قدم لا أشرك وما قدم بعدين لما قدم لما قدم استمر في إشراكه حتى بعد مرات الأهلي مثلا في الفاينل في كثيرين قالوا أنه ليش ما أشرك وكانت بسبب إصابة فأتاح له الفرصة فأنا كمتابع أنا أشوف أن دونيس ما شخصا الأمر الرجل جاد في مسألة أنه اللي بيخدمني والجاهز هو اللي بيلعب وأحيانا أنك تحتاج أنك كونك ما ترد على الموضوع لأنه خلاص استهلك في كل مرات تحتاج أنه توصل الرسالة وصلت الرسالة هذه وإصرار الجماهيري على إعادة فتح الموضوع نعم قد يكون مسألة عدم الاستعانة فيه في دكة البدلة على الأقل تخليه في دكة البدلة كخيار لما تضيق فيك هذا المفروض يكون موجود لكن أنا أشوف أنه ما شخصا الموضوع بالشكل اللي جايس يروجونه كثيرين ناصر تعليق صحيح أنا أتفق معك مليون في المية المدرب هو قائد قائد أي قائد لا يمكن أن يخسر أسلحته لكن المشكلة عندنا نحن لعبين فزاجيين على فكرة ناصر مشكلته مع الشباب أساساً نبردهم ملعب وكان يلعب مهند عسير وهذه مشكلة أنت كلاعب محترف لازم تفهم أنه في لك أيام لما تكون نجم المدرب يدعمك بكل ما أوتي الموسم الماضي ونجومه كثير الموسم الماضي كان الشل هوب نحب يستكتر احتيار ياسر قريب ياسر القحطاني لا وبعدين نقول وليب حتى ياسر اسمح لي حتى ياسر القحطاني وشو على المقعد الحتيار مو اللعب اللي تقول الله جالس وملت لا يحفز اللعبين في بعض اللعبين ترى يعني ممكن أنه يتفرح يقول خلهم كيفهم عشان يطرون لكن لا تشوفه هذا في لعبين هذا اللي نقول لك في لعبين ما تخضي عليهم الدك لا لا هذا مشكلة تتفرح على فريقك في بعض اللعبين أنا بعدين طوفان هذا مشكلة في لعبين يقول لك خلهم عشان يعرفوا قدر أنا المدرب والإدارة في النوعية من اللعبين إذا اللاعب يفضل مصلحتها الشخصية زين على النادي اللي هو أساسه يعني للأسف اللاعب هذا بدون نادي بدون جمهور طب خلنا نجي للجمهور هذا الجمهور طرد ومحترقوا عند وجهة نظر طرح نتكلمنا الآن في وجهة نظر مؤيدة للدونيس لكن جمهور يقول لك يا أخي إذا أنك عليك تلك تحفظ عليه في عدم ممضى لماذا تحقب النادي لماذا تعقب النادي بميطرة لجمهور يا أخي أخصم عليه وانت لا وتوقيت توقيت لا توقيت يعني شوف لو نرجع للناصر ودونيس اللاعب يعطيك من براه شاهدنا أكثر من براه زين الفريق يحتاجه لا شوف النهائي كاسوري العابد هو والعابد نجوم اللقاء أوكي أوكي ما أختلف معك النهائي اختلاف وكان للتحضير كبير وتكلمت عنه أن التحضير النفسي كان عالي جدا في الهلال وهذا اللي يقول أنا متكلم عن الإداري أنه لازم يكون عندك إداري قوي يستطيع أن يساهم في حل هذه وإذابة هذه المشاكل وتحضير اللاعبين بشكل جيد لكن ارجع معي مبارات الهلال والأهل الإماراتي في الأياب في الإمارات دخل ناصر ما قدم أي شيء للفريق بالعكس كان عالي على الفريق في مباريات في الدوري دخل ناصر ما قدم شيء مبارات التعاون كثير مباريات زين لكن مع الفتح مثلا دخل وقلب النتيج اوكي اي مبارات لكن أنت كلاعب كيف تكسب كيف تكسب الجمهور كيف تكسب الإدارة كيف ترد على المدرب في الملعب يعني النجوم السابقين الكبار يعني كان ردهم وين كان ردهم في الملعب يعني إذا كل يذكر يعني يصفة نيان وكان يدكا وكان في مرحل مراحل كان الهلال يبغى يوقف في وصفة نيان وصار فيه مشاكل وعدم انتباطية يوسف وين كان يرد يرد في الملعب سامي الجابر كان يرد في الملعب صحيح نجوم كثير سواء في الناصر في الأهل كان ردهم في الملعب كان لهم كان لهم تصرفات ممكن غير انضباطية لكن وين كان يرد يرد في الملعب ما تيجي أنت وما تلتزم بالمنهجية في التكتيكين المدرب ما تلتزم بالتداريب ما تلتزم بالحضور وتيجي تقول لا أنا أبا جيب ألعب أساساً ما يصير يعني المدرب المدرب عنده منهجية وعنده 11 لاعب في الملعب كلهم يمشون على منهجية معي تيجي أنت بمزاجيتك ولأنك ترى أنك أنت نجم الفريق والإستارة للفريق واللي أنت الفريق قاقف عليك هذا الدمر الكرة السعودية دمرها أن الجمهور عاطفي يميل للاعب معين أو يشجع لعب يعني ما صر لمحمد نور في الاتحال يوم أبعدته إدارة الأستاذ محمد الفائز والله يذكر بالخير جمجوم وجمجوم عاد الجمجوم حلق كاس الملك بعدها كانيدة حلق مع الاتحال كاس الملك بشباب بشباب الانضباط مهم جدا ولش كانيدة صادم مع محمد نور لعدم انضباطيته يجي متأخر ما يؤدي في التدريب يبغي يلعب أساسي يتكلم مع اللاعبين يؤثر على اللاعبين في عد من نصيع ومشكلة إذا أنت لعب جماهيري وتستغل جماهيريتك نحن نسل من اللي ممكن يحتوي المشكلة هذه اللي تحصل يعني التقرير أعطانا نور وأعطانا بصاص وأعطانا نصر الشمراني مثلا لكن ليش النادي الأهل يحتوي بالمشكلة هذه لوجود إدارة قوية أيوة فهذه رجعنا إلى موضوع حجم التأثير الإداري اللي على شسمه لا يعني أنه والله الناس اللي مثلا حول نور والشمراني وضعهم مختلف عن بصاص بصاص لمجرد تغيير لكن أدراك وضعهم شايلهم لا وخلنا نأخذ من باب الحماس وكحمس يبغى يشاركه مستأنه ومستأنه وإنه ليش تغيرني وهناد أسيري طالع بعد مبارة نجران يسوف مدرب كنا محتاجين الخسارة محتاجين الخسارة فأنت لعب يطلع منك بهالشكل زين في معناه أن الهوه هو التسعت بين الجانبين ونجاح لمن خدمة عبدالله في إعادة طرق فيه ولم بصراحة أشوف أنه إدارة الهلال من أنجح الإدارات في التعامل بكل تأكيد بصراحة إدارة يعني متمرسة ما دخلت على كرة عرض لا معلش نوفه بنسعد ما دخل على كرة عرض نوفه بنسعد من سنين وهو في فئات سنية على مستوى المنتخبات وعنده خبرة على مستوى اتحاد القدم خبرة طويلة فهذا المفرج يقوم بأدوار كثيرين ما يدرون عنها فأنا أتصور أنه نقطة الخبرة ونقطة الدراية والتعاون قد أنه في أشياء تصير نحن ما ندع في تدخلات ومناقشات نحن بعيدين عنها فهذا المفرج عندنا الطيب الزائد يعني والله القريبين يا ناصر لا القريبين يا ناصر يقولون ما يقولون الكلام لا 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 طيب لا الطيب بزيادة وعبد الله لا الطيب تغلط لا الطيب تغلط وطيب لكن قوي شخصية بس أنت محتاج الوحزي مثلا نصر الشمران يعني ليخسر تسوي يا ماجد يعني تنفع نفسك في موقف مثلا المدرب ولا موقف مثلا جماهير أحيانا اسمح لأبو أحيانا أنت تضطر يعني أنت تنازل عن كثير من قناعاتك يعني لا 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 هو يذهب هو يذهب إلى الجانب الفني والله لأسباب لأنه لا يمكن يقول أكثر من كذا يبغى يقول مسألة انضباطية ومش رايك ومش الحال طيب أنت 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 مدرب أنت نفروض السؤال والله بصراحة يعني على أقل تقدير أستعين بمدير الفريق برئيس النادي بالناس المؤثرين أنه يحطون الموقف أنا كمدرر والله يا فلان تعال توسط لا 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 وهكذا ما يجاد يجاد نقطة لقاء بين الجانبين يعني أول شيء يجب على ناصر الشمران أو أي لاعب أي لاعب ناجم أم نعش يعني أني نضبط تدريبية ويسمع توجهة الفنية للمدرب لا يمكن أنك أنت تعاند المدرب وبتنجح وبالمناسبة أنا أرى بوادر بعد خلاف الآن ما بين المدرب وشرحيلي بعد لا هو تكلم عن شرحيلي لا هو أكلم عن شرحيلي لما تحت فرسل الثنيا وبعدها لعب مبارات الشباب والظاهر أنه ما كان مبسوط منه في مبارات الشباب بعدها تجربة يتحمل جزء من الهدف طبعا فتصور أنه بعد تبدأ بوادر أزمة كابتن في ملاحظة على مهاجمين يعني عندنا أبرز المهاجمين كأسماء يبرزون في مواسم يدون أحلى المواسم مختار فلاتة محمد السهلاوي نايف هزازي ناصر الشمراني مهند عسيري يعني والأمثلة كثيرة لكن الاستمرارية عندنا ما عادة باستمرارية ماجز عبد الله وسامي الجابر وحتى في فترة من فترات سعود الحمال وحسام أبداود وفهد الحمدان الله يرحمه وفهد المهل ما عادة عندنا هذه الاستمرارية هل هناك متغيرات كثيرة يا دكتور يعني كان على مستوى التأهيل على مستوى المهاجمين ليش المهاجمين ليش ما نشوفها في المدافعين ليش ما نشوفها في خط الوصف صعب أنه مثلا صعب أنه توجد جيل بحجم الجيل اللي كان هي عقلية لا صانع الانتصارات الجيل اللي في السابق يعني يعني من الصعوبة مكان يعني اختلفت المرحلة والتفكير وعقلية المرحلة تحتاج إلى أدوات جديدة يعني وبالتالي انت سؤالك وجهة دكتور تقول ليش يعني مثلا ما طلع عند النجوم زي فلان وفلان وفلان لا هم طلعوا لكن المشكلة يابك موسم موسمين وينتهي يعني مثلا السلاوي مثلا ما قدر أقول أنه أنت لأنه السلاوي تشوفه مع المنتخب يأدي أفضل أداء لكن يمرون في مراحل صعود ونزول يعني حتى مثلا ما قدر أقول مختار فلاتة أنت إذا طلع يعني يقدم بس مثلا ما قدر أقول مختار فلاتة هو مختار فلاتة موسمة قبل الماضي لكي نفس ناصر الشمران يعني لقب الهدف ففيها هالتذبدب الكبير في مستوياتهم وعطائهم ما يلقى لاعب يعطينا خمس عشر مواسم مستمرة حاضر بشكل كبير هي ثقافة لاعب ثقافة لاعب عقلية الأسف يعني الأجنبي والأجنبي الاحتراف وجود اللاعب الأجنبي أيضا أثر كثير لكن أنت كنجم يعني أرجع أقول رد اللاعب ونجم الكرة في الملعب ما تأطي في الملعب ما يمكن أحد يتقبلك يعني شوف يعني يمكن ناصر شمراني في متعاطف من الجمهور الهلالي لكن مبلغ الغالبية مع الحنكة الإدارية لإدارة النادي والهدوء اللي تمارسها الآن وضبط النفس مع اللاعب يعني حتى الإدارة لما تسألها ما تتكلم عنه فيه إشكالياته وخلافة لما يسأل زين ما يرد كويس يا موليد نحن أمرين بالتجربة اسمح لي ما ضبط نفس أنا بالتجربة حين أنت عندك قناعة ثامة والله ماجد الحميدي لاعم ممتاز وكويس وكذا وكذا لكن أحيانا اللاعب غير الذباطي فأنا ما أمرين أحلا أنمر يا أما أنه أنا أتنازل عن قناعاتي ولعب وأعرف وتخسر فرق كلها يا أما أنه تتحمل لا بتخسر أنا كمدرب بتخسر شخصيتي كما من فريق لابد أن تخسر شيء تضحي بالنجم أنا أذكر نجوم أنا أذكر وحب النادي والجموع أنا أذكر نجوم كبار في الكرسة السعودية في الهلال وفي النصر وفي التحديد كان يقول إذا جاء مدرب من أول تمريد ينجسد شخصيته إذا شخصيته قوية إذا شخصيته حبيب بدأنا نلعب عليه لذلك أن ترى بعض المدربين أذكر لك أحمد العجلان بدأ مع القادسية سوى نتائج جل هلال ما سوى شيء خليه زياني سوى نتائج مع التفادي جل هلال ما سوى شيء بعض اللاعبين يهز شخصيته مدرب أنت كقائد إذا فقائد هذه الشخصية تنتهي ويا ويا لك لو حطوك بروسهم أيها المشكلة أنت موضوع كيف تحلع لاعبة النصر يعني أما تقول النصر كان بطل الموسم الدوريين أنا أتوقع أن كارينو كان هو الحلقة والمتاح السحري لإدارة النصروية وليعادة النصر أقل شيء في الجانب المعنوي الجانب المعنوي والجانب حتى الفني صحيح ما بيشكل فبالتالي هذا ما يميز أحيانا بعض مدربين اللاتينيين أنه عنده القطرة التعامل النفسي مع اللاعبين الأوروبي لا الأوروبي حازن ما عنده خيارات يعني إن كنت تذكر مرينو مع تشيلسي بداية الموسمة الدوري جلينزي كان صارم جدا مع تشيلسي وكان يوصل للمركز 15 وأسقط أسقط من اللاعبين أسقط من اللاعبين شدة يعني كان من الضباطية نعم نعم صراع مع ديكوستا شو اسمه ديكو كوستا الأسباني نعم في ريال مدريد انشرتتي مع قرث بيل كان دخل في صراعات ها المداري بناجح ومن يستطيع أن يلم هذه الأمور وهذا اللي بنصل ممتاز طيح خلنا نطلع فاصل لا يجينا المخرج الحين جايني جايني يالله يستر طيب نطلع فاصل ولا هملك عبدالله وبعد راجع بحل لكم اخر شوط اهلا وسهلا بكم في محور جديد اذكر بضيفي الكريمين الكابتن عمود السلو والزمين ناصر المعربي اهلا وسهلا بكم اهلا من جديد كنا تحدثنا في المحور الأول عن كاس خدمي حرمي الشريفين في دور الثمانية منهم ثم تحدثنا عن المشاكل التي تعصب بعض الأندية خصوص الخلافات التي تكون بين النجومها ومدربيها وصلنا إلى الفقرة الثالثة في هذا المساء ومتعلقة باجتماع رابطة دوري المحترفين مع الأندية اليوم كان اجتماع لرئيس الرابط المكلف استاذ ياسر المسحل وقبل ما نبدأ بالحديث في هذا الموضوع أسجل احترامي لهذا الرجل الرجل من الجيل الجديد والدماء الجديدة في كرتنا وإدارتنا الرياضية التي أضافت الكثير تحترمه كثير وفي زمن قياسي استطاع أن يقدم الشياء كثيرة ليس تقليلا فيما سبقوه ولكن نحن دائما نبحث عن هذا الشخص التكنقراط الذي يضيفون في منظومتنا الرياضية خصوصا أنه إذا ما عرفنا أنه الجانب الإدارة الجانب الإدارة الرياضية مهم جدا لتطور مفقود مفقود فلذلك نبحث عن هذه العملات الصعبة عندنا كابتن حمود أبرز اللقاء طبعا مع الموثلين 13 نادي كانت اليوم بادرة جديدة عرفهم بالنظام الأساسي للرابطة بعض التغييرات التي حصل فيه وضعهم في الصورة إشراكهم في القرار وما إلى ذلك دكتور أنا من خلال المتابعة أمس واليوم فيما حصل بالنسبة يعني فيه إجماع لأنه يكفي أنه يعني عقد يعني عقدة رابطة دوري المحترفين الاجتماع هذا بعد انقطاع طويل الثاني شيء تكليف أو استمرار تكليف ياسر المسحل وزي ما كنا نتكلم حتى يعني 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 قبل قليل أنه يعني يعني ياسر المسحل من القيادات التي كانت يمكن بدأت من نادي الاتفاق بالاتحاد الأسوي والآن أيوة رئيس مثلا الرابطة وبالتالي يعني أمر جديد خصوصا عندما نتحدث عن أنه يعني النظام الأساسي الذي رابطت دوري المحترفين يعني ما يمكننا نسمع نسمع عنه ولا شفناه يمكن ياسر المسحل يبغي يفعل الموضوع هذا وهذا طبعا مؤشر إيجابي نوح المستقبل وفي المقابل دكتور ماجد في المقابل يجب أنه يعني نحي بكثير من التقدير والاحترام لرئيس رابطة الدوري المحترفين السابق محمد نويسر له يعني خلص شكر والتقدير لكن المرحلة يمكن كبير جدا تطلب أشياء كبيرة الدوري كبير جدا احتراف احتراف مثلا يعني قابل للتعديل يكفي بس في الاجتماع هذا إنهم اجتمعوا يعني الممثلين الأندية يعني محمد نويسر برضو من القدرات الإدارية لكن أحيانا أنت تصل إلى مرحلة تحس أنك خلاص تشبعت قد أنك تبحث عن طموح جديد وهذا اللي يتصور أنه حاصل محمد نويسر لي ما أستبعد أبدا أنه يتقدم كمرشح رئاسة اتحاد القدم وعلى فلذلك أحيانا أنت لما تستمر في منصب وفي مكان فترة طويلة تحتاج أنك تبعد لأنه خلاص الأبداع والحماس اللي أنت جاي فيه في البداية الفورة خلاص تطيحها الشخص قادم جديد يبي يثبت وجوده ويسبب الحمد أنه يستقفى بأس المسحل يعني كان أس المسحل نعم صحيح في الاتحاد القاسل على فكرة نحن عيشنا في فترة فيها فراغ قيادات يعني ما كان كنا نروح ونرجع على وجيه متكررة صحيح قدمت لكنها كانت من جيل واحد الله يذكرهم بالخير منهم حي ويرحم من توفى منهم قدموا الكثير لكن كنا نروح ونرجع على أسماء معينة ما تجاوز يد واحدة وما أتيح المجال لجيل جديد من الشباب الجديد اللي بالفكر الجديد المتقدم الإدارة الرياضية المتقدمة والآن نحن بصدد استقبال ترى مجموعة برضو جاسة تهيئة الآن باليعاب على المجال الرياضية ما جاهزت جيل جديد من الفيادات الرياضية ما كان فيه ترى أغلب الموجودين في الوسط الرياضي الآن القياديين هم من نتاج العندية العندية هي من ساهمت فيها يعني ياسر المسحل خرج من اتفاق وكثير من الشخصيات الرياضية الآن اللي تقود الرياضة كان أكيد النادي مصنع نعم هو الأساس وبالتالي أنا أتمنى أن يفعل هذا الجانب فيه تجهيز الكثير من الكوادر الرياضية القيادية الأجمل ياسر المسحل رغم أنه مكلف أنه سرع في قضية النظام الأساسي للرابطة عقد اجتماع من الأندية استمع لهم وحديثها اليوم حتى بعد الاجتماع أنه يعني سيفعل هذا الأمر ويقررونه بشكل ممتاز خلنا نشوفها اللقاء اللي كان مع رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم أحمد عيد تحدثي عن جوانب كثيرة إضافة إلى هذا الموضوع ومن بعدنا أحمد موضوع مهم جدا ومهم الكرة السعودية فان مارفك مدرب وانتخابنا السعودي لماذا مجلس دارة الاتحاد وكرة القدم يصر على التعاقد مع هذا المدرب بغض النظر عن عدم تواجد هذا المدرب في المملكة العربية السعودية إجابتي أن المدرب واحد من أفضل مدربين في العالم وعندما تعاقدنا مع السيد مارفك تعاقدنا بإيمان على أن يطور المتخب وفعلا المتخب متطور والاتحاد السعودي لا يصر على شيء غلط بعكس الاتحاد السعودي يصر على أن هذا المدرب من الكفاءات القادرة على تسير أمور المتخب والأخذ بالمتخب لمرحلة قادمة المرحلة القادمة مرحلة مهمة ومهمة جدا ليست مختصرة على المدرب فقط ولكن يجب أن يكون وقفة صادقة وطنية مع المتخب في إعداده الأندية لابد أن تضحي من أجل المتخب الرأي العام الرياضي السعودي لابد أن يقف من أجل المتخب الإعلام الرياضي السعودي والإعلام الرياضي المحب للمملكة العربية السعودية لابد أن يقف مع المتخب أنا أعتقد من المرحلة القادمة ليست مرحلة متخصصة لا أخفي على أحد بأننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا وسنسهل جميع السبل للمدرب والمدرب له الرغبة الأكيدة في الاستمرارية مع المنطقة السعودي وطالما الرغبة متمثلة في المدرب والاتحاد السعودي وأبناء اللعبين لأرتاحوا كثير لمنهجه وأسلوبه إن شاء الله سنذلل الصعاب ونواقع مع المدرب التصفيات القادمة المنطقة السعودي هي تصفيات مهمة جدا ومجلس إدارة الاتحاد كرة القدم أكيد أنه يهمه هذه التصفيات والكل يهتم بهذه التصفيات هل من الممكن أن يتم تكليف مجلس إدارة الاتحاد لمدة موسم نظرا لهذه التصفيات وأهميتها أولا هذا القرار ليس قرار مجلس إدارة الاتحاد مجلس إدارة الاتحاد يوصي إذا كان هناك توصية للجمعية العمومية وإذا قررت الجمعية العمومية استمرارية الاتحاد لفترة قادمة حتى تنتهي التصفيات أيضا رأي مقبول من الجميع العمومية ولكن لا يتخذ في أروقات الاتحاد بل يتخذ في أروقات الجميع العمومية طيب شكرا ناصر الشيبان بنطلع الفاصل على أساس يكون عندنا مساحة أكبر الحديث عن ما جاء في تصريح السابع أهلا وسهلا بكم من جديد آخر شوط ضيفاي الكابتن بموت السر والزمين ناصر الغربي أهلا وسهلا بكم أتحدث قبل الفاصل في حوار كان لزمين ناصر الشيبان الأستاذ أحمدي عن أمور عدة واحد مدرب المنتخب مارفك يبدو أن هناك توجه للتجديد مع هذا المدرب كان في حديث فترة ماضية تذكر كابتن عن مسألة أنه يستمر ولا ما يستمر هل وإذا استمر هل يبقى كمحلل خارج المملكة ولا المفروض أنه يتابع بعض الناس رأوا أنه ما يفارق يقدر يتابع أي مباراة من خارج عن طريق التلفزيون عن طريق السيديات وغيرها السلام عليكم يا شباب تراكم أشغلت العالم يعني قضايا خلوكم محلكم أهلا وسهلا سعاد ناصر أهلا حمود أهلا عبد الرازيز دكتور ماجد أهلا وسهلا أتمنت في دبي جيت مخصوص على شانك يا دكتور عشان هذه اللمة الحلوة بصراحة موقف محرج بالنسبة لي أنه أتكلم عن هذا الموضوع أو أقدم هذا التقرير عن الدكتور ماجد الحميدي ولكن يعني لازم تصير في لحظات محرجة بالنسبة لك أنا كنت أكثر الأشخاص سعداء بانضبام هذه الشخصية المميزة ولكن دعوني أقدم لكم هذا التقرير اللي يبين الشخص اللي أنا تعلمت من خلاله الإعلام آخر شوط أهلا وسهلا بكم لقاؤنا ليليا من التاسع والنصب حتى الحادي عشر مساء بتوقيت الرياض تخون الكلمات أحيانا حين يكون الشكر واجبا ومستحقا وتخون أيضا كنت تعرف مسبقا أن كلمات الثناء في كل المعاجم لن تكون كافية في حق الأشخاص المخلصين والدكتور ماجد الحميدي هو أحد المخلصين الذين ينشرون المهنية على الشاشة بل لا يجعلها حكرا على نفسه حين يقدم النصائح ولا يبخل بها ويقدم الدعم ولا يبخل به خبرته الكبيرة ومشواره الطويل استثمرها من خلال برنامج آخر شوط فكان ركيزة أساسية في تألق هذا البرنامج بل وحريصا على أن يستمر هذا التألق ولا يتوقف اليوم سنودعه مرغمين ولكننا نعرف أن قلبه سيظل معلقا مع MBC Pro ومع الساعة والنصف التي كان يغرد بها في آخر شوط شكرا دكتور ماجد لأنك كنت أحد نجوم شاشتنا ونتمنى لك التوفيق مستقبلا شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على المتابعة ختام ما لدينا هذا اليوم في آخر شوط نلقاكم في الغرل إن شاء الله في مهدنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ست شهور مع MBC ويمكن كثيرين ما يدلون ما فيهم ضيوفي بورشيد قبل شوي أنا ما بلغت فيها أحد إنه اليوم آخر يوم بالنسبة لي تقديم في برو سنتر وبكرة إن شاء الله عندي استيديو تحليلي هو بيكون آخر يوم لي مع MBC Pro Sports مضطر أني أطلع لظروف عمل خاصة فيني بتأخذ وقتي كامل بعيدا عن الإعلام وبعيدا في المجال الأكاديمي في الفترة القادمة فأنا أبدا ما أتوقع عبد العزيز الله يطيع العافية وأنت عبد العزيز عبد الله العظيمي هنا الشباب كلهم هذا كثير جدا هذه طبعا مجموعة MBC بشكل عام والMBC Pro Sports يعني هي سعيدة جدا بالفترة اللي أنت قضيتها معانا وحنا أكثر أيضا سعادة بالمرحلة المقبلة لك لأنها مرحلة مهمة في حياتك وحنا نفتخر كمجموعة أن واحد من الأشخاص يتواجد في هذه الأماكن اللي إحنا نعتز فيها وموجود معانا الأستاذ عبد العزيز التويتري المسؤول الأنم والرحلة العامة وهي أيضا تعيير لا لا يظهر إن شاء الله مكان طيب هي مرحلة يعني عمل بعيد يعني شوي على المجال طبعا هذه بإسم كل MBC Pro Sports بإسم الأستاذ وسام قطان جو إبراهيم العنقيري وأيضا عبد العزيز التويتري اللي هو يقدم لكل كلمات البسيطة نحن لا نعتبرها وداع هذه نقول للقاء يعني أنت ونعم الأخ ونعم الزميل كانت فترة حقيقة ساعدنا وتشرف من وجوده معنا فيها نتمنى لك التوفيق بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة وكسبنا أخ وكسبنا صديق الله يضعكم والله الواحد أحيانا من موقف اللي اللسان فيها ينعقد قليلة في حياته أبو وليد أن يكون حضورا معك على آخر أنا الحقيقة أنا الحقيقة عشت أنا أتكلم لنايف قل لك اليوم قلت ماذا فيه؟ قال في موضوع مهم لازم تكون موجود قلت خلى الخميس تربط تسريفات نايف قلت خلى الخميس قبل أن برأت أتكلم لك أتكلم لك برشيد قال أنا وياك راح برأت أكيد عشان برشيد الموضوع لا والله أنا اليوم آخر يوم لي في برو سنتر وفي آخر شوط أنا يعني والبيت اللي أنا أنتميله وسأظل أنتميله يعني أزف البشرة أن البديل أحسن مني أنا واثق تماما بديلي إن شاء الله عبدالله العظيم نعم إن شاء الله إن شاء الله كبير كنكم متعودين عليه في الملعب وكمراسل لكن عبدالله من الأسماء اللي كل القناة كل القائمين على القناة يراهنون عليها بدايتاً بالأستاذ وسام قطان أستاذ أبراهيم العنقري والأستاذ جو اللي أرفع لهم القبة على عملهم الاحترافي خلال الفترة الماضية أنا واثقاً عبدالله بيكون في هذا المكان أحسن مني بمئة مرة وبيقدم إن شاء الله الشيء اللي يليق فيكم إن شاء الله بتشوفون عبدالله بشكل جديد بالقرافا وبالستيديو وبعيد عن الملعب وبعيد عن جو الملعب أيه وقال لي هو مخلص قال ما تبيع لي ياها تأخذ أخذها من قطوع تسمحون الدكتور يعني ما عرفتني من معامل زمن يعني وتواصل بيني دائم ونعمل أخ ونعمل صديق ونعمل أكاديمي الله يعافي الشخص المميز والواجهة المشرقة للإعلام السعودي تسلم يشكر للإم بي سي برو إنها استخطبت طيور المهاجرة أيضا يعني أنا بقول لك شغل أنا تعلمت ألف باء إعلام من الله يعافي قبل إذا تهرجني دائم بالكلام هذا كبير لا والله هذا من حسن ذاتك بالعكس وحتى لتوجهته يعمل إذاعة كان يعني بيني بيني تواصل وكان لي يعني ما أجد استفادنا منه كلنا بالعكس يعني الله يعافي ما رح أتوقع أن الإم بي سي ستخسرها أنا أتمنى أن يعود قريبا حاجل أنا المجموعة هذه ما عدد لبيتي أنا كملت فقط ستة أشفر هنا لسوء حظي لكن بالله كأنها كأنها ست سنين على الأقل يعني طبعا رجعت أعمل مع ناسك سبق لإني عملت معهم وتعرفت على زملاء جدد أول مرة يعني أعمل معهم وكانت صراحة تجربة جدا جميلة كنت أتمنىها تطول لكن أنا أتقدر الله ما شافع الظروف العمل أستطيع أن يكون جديد أنه عبدالله العظيم يعني أنه سيطلع بلو صحيح صحيح عبدالله العظيم في مصدر في مصدر مع أبو نور لنا يعني تجربة عبدالله العظيم صحيح في مصدر خاص يقولون عبدالله أشتغل على الدكتوري أنا مطلع عبدالله فعلا أشتغل فعلا حتى أنا وياه سابقا في قناة سابقة قدم استوديو يعني الناس عرفوا عبدالله عظيم مراسل لكن عبدالله مرتبط الملعب اللقاءات ميدنية لكن يشوفون عبدالله في الاستوديو في أجمل هذه بنقطعها إن شاء الله بعد الهوى إن شاء الله أخذها أنا معي أخذها معك بس بندوق برشيد وإستاذ ناصر والمجموعة الموجودة هذا شيء قليل بحقك والتقدير بالقلب جدا شاكر نحن فخورين فيك في المرحلة القادمة وتفكر المجموعة بصراحة اللي عافية شخصية مثلك موجودة في هذه المحلوة ثقة وأنت تستاهل دكتور الله يعافيك عبدالعزيز وما أود أن أقول لك اللي قالت في المحل وفي القلبي يا دكتور إن شاء الله الله يعافيك عبدالعزيز أنت تعرف عد شاتي فيك مجروحة تعرف قدرك الله يوفقك الله يوفق كل الزملاء وسام قطان شكرا جزيلا لك براهيم العنقري شكرا جزيلا لك جو شكرا جزيلا لكم من أروع الأيام المثالية اللي أنا عشتها خلال الفترة الماضية أتمنى لكم التوفيق وأنا جزء من هالمنظومة إن شاء الله نودع من عماك عيدين قريبين ودك تقول شيء الجمهور دكتور أبد والله أنا من أحب الوداع بس بيقول يعني الفترة القادمة ببعد قليلا عن الإعلام بسبب ارتباطات عمل تاخذ وكتي كامل أتمنى إن شاء الله فيها التوفيق وجدا شاكر على الفترة اللي سمحتوا لي فيها أني أدخل بيوتكم شكرا انتقاداتكم شكرا لجلدكم في بعض الأوقات وشكرا طبعا تحفيزكم اللي كان معاي طول الدر أتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع بالتوفيق لك يا دكتور وإن شاء الله المحطات القادمة كلها بازدهار وتقدم ورقيه بالنسبة لك وإن شاء الله في يوم الأربعاء بيكون معكم بإذن الله زميل عبدالله العظيم اللي نتمنى إنه يدخل وشاركنا تعالى عبدالله يعني مو بجاهز لا لابس الكاف والثوب يلا يلا تعالى تعالى ومشكلة تعالى ومشكلة تعالى ومشكلة كلنا معاي في السيارة حين أعطيك إياه تعالى ومشكلة كلمة الكلمة الرفيق دربك بعد عبدالله العظيم يتفضر البنوح والله ما ديش أقول يعني يمكن الموقف محرج أكثر في وضع الدكتور لكن على الأقل يعني نوعيات زمننا في هالمكان يوم من الأيام قبل أكثر من عشر سنوات أربعة عشر سنة تقريبا في الفين واثنين والمكان الذي هو رايح له إن شاء الله إنه مكان يليق بمقام الدكتور إن شاء الله تمنى لتوفيق إن شاء الله وبإذن الله نعلى أقل نعوض لو جزء من اللي قدمه للمشاهدين الله عفوك نعوضهم عما قد شكرا لك يا عبدالله شكرا لك يا دكتور الله يحفوك شكرا لك تعالى من عبدالله لأننا طلعنا وين بروح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم كمشاهدين إن شاء الله نشاهد معكم تغطيات قادمة من قنوات MBC Pro Sport أنا جزئية بس أنا جميل في برو سبورت يعني سواء معادل الزهران الزميل العزيز نعم والآن دكتور ماجد يعني لمسة الوفاة التقدير الوداع الجميل الوداع الأخوي صحيح صحيح ما أنا جدت كثير من مؤسساتنا الإعلامية أنا أقول لك أنا الزميل يطلع ويغادر المكان يعني ما حد يدري عنه بالعكس ممكن يثير كثير من التساؤلات في الوسط الرياضي والشارع العام صحيح وين راح فلان ليش طلع وتطلع الإشاعات والكلام صحيح هذا الشغل للآخة والجميل يعني أنت أخذت تشكرون عليه نعم والله الوقت أخذنا والكلام والمشاعر كبيرة للدكتور ودنا عد نودع الله يعافيك إن شاء الله تبتصليح متعيد والنقاش نشوف إن شاء الله ورضا حبيبي ننقاكم إن شاء الله يوم الأربع في تغطيق خاصة إن شاء الله من برو سبورت مع زميننا عبدالله العظيمي نلقاكم إن شاء الله على خير وإلى اللقاء خذوا لدكتور الله يعافيكم نعم وإلى اللقاء وإلى اللقاء وإلى اللقاء يولا اللقاء اشتركوا في القناة ترته عزة النفس العزيزة كل ما جينا لو ان العمر يذبل والسرير طيح كالأوراق أنا ليها متنمى شكرا لكم جزيلا شكرا لكم جميل ورثنا العز والذلة عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة trabbence